شنت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات في الفروانية أسفرت عن تحرير 33 مخالفة تمثلت في وجود بعض القطاع الذهبية التي لا يوجد عليها ختم الوزارة الذي يحمل المعيار القانوني وعدم الالتزام بضوابط فواتير الشراء بالإضافة إلى عدم وجود الموازين الحساسة أو وجود الميزان بالشكل غير المناسب إدارة المعادن أثمين بوزارة التجارة دعت المسهلكين مشتري الذهب للتوجه للإدارة في سوق الذهب المركزي وذلك لفحص المشغولات والتأكد من بيانات فاتورة الشراء